ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقدوتنا ومعلمنا محمد عبد الله ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء على الطريقة الواضحة الغراء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك فاللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على هذا النبي الأمين وأحينا اللهم على سنته وأمِتنا على مِلَّته واحشرنا في زُمْرَته مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فيا أيها الإخوة المؤمنون أعود مرةً أخرى إلى موضوع الأمانة الذي بدأته في خطبةٍ مضت وتحدثت حول مفهوم الأمانة وتجلياتها عند سيد الأمناء رسول الله عليه الصلاة والسلام والأمانة بذلكم المفهوم هي عبارةٌ عن ضبطٍ ومعرفةٍ للمسؤولية التي تُلقى على عاتق الإنسان وتحمُّل تبعات هذه المسؤولية أتحدث اليوم عن مجالاتٍ لهذه الأمانة الأمانة ليست كما يتوهم البعض ويتصور عبارةٌ عن الوديعة الوديعة نوعٌ من أنواع الأمانات الوديعة عبارةٌ عن أن تعطي لشخصٍ أو أن تعطي شيئاً لشخصٍ من أجل أن يحفظه هذه تُسمَّى عندنا في الفقه وديعةً ويجبُ ردُّها إلى صاحبها كما هو معروف لكن الأمانة بالمفهوم العام أمرٌ آخر يشملُ أكبر من ذلك بكثير عندما يقول الله عز وجل إن الله يامركموا أن تُودُّ لما ناتِه إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعِظُكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا أو عندما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجرٌ عظيم أو عندما يقول الله عز وجل إنا عرضنا لمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان أو كذلك عندما يتحدَّث النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم عن علامات النفاق ويذكر من بينها أن المنافقة إذا أتُمنا خان أي إذا جُعل أمينًا في شيء فإنه يخون الأمانة واعتبر هذا نوعًا من أنواع النفاق التي لا تزول عن صاحبها إلا إذا هو أقلع عنها فإن مفهوم الأمانة إذن يختلف مفهوم الأمانة بكل هذه الآيات وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أن للأمانة إذن مدلولًا آخر غير ما تعارفه الناس لذلك من أجل أن أبسط لكم هذا الموضوع سأقسمه إلى قسمين هناك أماناتٌ شخصية أو أماناتٌ خاصة وهناك في القسم الثاني أماناتٌ عامة أماناتٌ خاصةٌ تهم الفرد في ذاته ويُسأل عنها بشخصه وهناك أماناتٌ عامةٌ لا يحاسب عليها الإنسان فرداً فرداً وإنما تحاسب عليها الأمة والجماعة أي جماعة المسلمين تحاسب على بعض الأمانات فما الأمانات الخاصة؟ الأمانات الخاصة هي عبارةٌ عن مسؤوليات حمّلك الله عز وجل إياها ولابد أن تضبطها وتتحكم فيها ولابد أن تستشعر أنك ستُسأل عنها أمام الله عز وجل ستُسأل أمام الناس في دنياك وستُسأل أيضاً في آخرتك أمام الله عز وجل وقد قال الله عز وجل وسوف تُسألون لكن كيف سنُسأل؟ هل سنُسأل بشكلٍ فردي؟ أو سنُسأل بشكلٍ جماعي؟ هنالك أمورٌ أمرنا بأن نفعلها بشكلٍ فردي وهنالك أمورٌ أمرنا أن نفعلها بشكلٍ جماعي علماء الشريعة يعبرون عن المسؤولية والأمانة الفردية والأمانة الجماعية يعبر عنها علماء الشريعة بالفرض العيني والفرض الكفائي هذا تعبيرٌ من الفقهاء والأصليين رحمهم الله عن قضية الأمانات والمسؤوليات هناك أماناتٌ فرديةٌ يُسأل عنها كل شخص وهنالك أماناتٌ جماعيةٌ كما يقول الفقهاء تأثم الأمة بجميعها عند التقصير فيها لكن لو أداها البعض فإن الإثم يسقط والتكليف يسقط عن كل الباقين أعطيكم أمثلةً من أجل ضبط هذه القضايا من الأمانات الخاصة ما سطره علماؤنا عندما تحدثوا عن الكليات الخمس عبادتك بشكلٍ فرديٍ أمانة ماذا فعلت في أمانتك مع الله ماذا فعلت في عبادتك هذا أمرٌ لا يُسأل فيه أحدٌ عن أحد يوم لا يسأل حميمٌ حميماً يُبصرونهم لا يمكن أن ينفعك أحدٌ أمام الله ولا يمكن أن يحمل أوزارك أحد ولا تزر وازرةٌ وزر أخرى أي كل إنسانٍ يحاسب لوحده كل إنسانٍ يحاسب لوحده في هذه القضايا فعبادتك إذاً أمانة ألقاها الله على عاتقك وكلفك بها فماذا صنعت في هذه الأمانة أصلحت هذه الأمانة أو ضيعتها أمرٌ ثانٍ من الأمانات الخاصة الفردية نفسك نفسك أمانة نحن المسلمين نؤمن بأن أنفسنا وأبداننا عندنا أمانات والله عز وجل يقول إن الله يامركم أن تودُّ لما ناتي إلى أهلها جسدنا لسنا أحرارًا فيه لأن هناك موجةً إلحاديةً تريد أن تعلم الإنسان أنه حرٌ في جسده وأن جسده ملكٌ له فهو يتصرف فيه كما يشاء لا دخل للدين ولا دخل للتقاليد ولا دخل حتى للقوانين فيما يفعله وإنما هو حرٌ بجسده يمارس شهوته كما يشاء ويتعرى كما يشاء ويأكل ما يشاء ويشرب ما يشاء ثم إذا هو انزعج من نفسه فإنه يمكن أن يضع لها حداً فينتحر وهذا أيضاً حرية هذه أيضاً حريةٌ شخصيةٌ لهذا الإنسان هذا الفهم ليس مقبولاً في منطق الإسلام أبداً وإنما الإسلام يعتبر البدن يعتبر نفسك التي بين جنبيك أمانة يسألك الله عز وجل عنها والله عز وجل يقول وَلَا تُلْقُوا بأيديكم إلى التهلكة وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ وَيَقُولُ سُبْحَانَهُ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدُوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا لماذا إذن يعاقب الإنسان على جريمة اجترمها في حق نفسه إذا كان حرًا في جسده يفعل ما يشاء لا نفسك أمانة عندك عينك أمانة وأذنك أمانة ولسانك أمانة وكل جسدك أمانة فيجب أن تؤدي بها الوظائف التي حددها صاحبها صاحب هذه الأمانة هو الله هو الذي وهبك هذه الصحة ووهبك العافية والبدان فلست حرًا في أن تتصرف به كما تشاء أو كما يشاء هواك أو كما يشاء شيطانك وإنما ينبغي أن تضبطها على حسب ما يريده صانعها وهو الله سبحانه وتعالى فكرك أمانة أيضًا وعقلك أمانة تسأل عنه وحدك عقلك أمانة ومن أجل أن العقل أمانة عندنا فقد حرم الله عز وجل علينا كل ما يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بهذه الآلة التي أكرمنا الله عز وجل بها وهي العقل بل به ميز الله عز وجل بني البشر على الحيوانات فإذا هم عطلوا هذه الآلة فإنهم يصيرون كالحيوانات بل أسوأ من بعض الحيوانات لأن الحيوانات ركبت وخلقت على هيئة معينة وأعطيت نسبة من الذكاء والتفكير على حسب ما تحتاج إليه في حياتها ولا نكلفها فوق ما خلقت من أجله وفوق ما وضعه الله عز وجل فيها من تفكير لكنك أنت أيها الإنسان أعطاك الله عقلا راجحا والله أخرجكم في سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون هذه مسؤولية أمام الله تسأل عنها عقلك أمانة لديه لا يجوز لك أن تتصرف فيه بشيء يمكن أن يؤذيه ومن أجل ذلك حرم الله عز وجل علينا الخمر وحرم علينا المخدرات وحرم علينا كل الأشياء التي يمكن أن تؤدي إلى الإضرار بهذه الآلة وسيسألك الله عز وجل عن هذه الأمانة وماذا فعلت فيها فكرك أيضا لأن العقل شيء والفكر شيء آخر فكرك أيضا أمانة كثير من الشباب يسمحون لأفكارهم ولعقولهم بأن تفكر بمنطق غيرهم لا الله عز وجل أعطاك دماغا خاصا أعطاك فكرا خاصا لماذا تترك لفلان أو علان أن يفكر مكانك بعض الشباب تقول له حكم الشرع في كذا هو كذا حكم الله يقول له إن زعيمنا أو قائدنا أو فلان قد قال بخلاف ذلك كيف تجعل زعيمك أو تجعل إنسانا مهما بلغ مهما بلغ الإنسان يبقى إنسانا فلماذا تعطي فكرك لشخص آخر إذا كان ولا بد فليكن المعصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لا أسلم فكري لأحد إنما أسلم فكري لخالقه وهو الله عز وجل وأقول في كل شيء قال فيه الله تعالى شيئا أقول سمعت وأطعت وأقول في كل شيء صح لي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال فيه شيئا أقول سمعت وأطعت لأن الله عز وجل خالقي وهو أعلم بمصلحته ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ولأن رسوله محمداً صلى الله عليه وسلم وإن كان بشراً إلا أنني موقن أنه لا يتحدث من تلقاء نفسه وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى كيف تترك ربك وتترك نبيك محمداً صلى الله عليه وسلم من أجل فكر فلان أو علان من الناس وخاصة إذا كان فكر هذا الإنسان معارضاً ومعادياً لصريح دينك وصريح قرآنك وصريح نبيك عليه الصلاة والسلام انتبهوا أيها الشباب فكركم أمانة لديكم فلا تسلم فكرك لأحد يعبث فيه فكري ودماغي ليس ملعباً يلعب فيه اللاعبون وإنما هو أمانة لا يمكن أن أقبل بها شيئاً إلا بعد نخله النخل بمعنى الغربلة كل فكرة جاءتك من هنا أو من هناك ضعها في الغربال وليس الغربال المقصود هنا إلا غربال الشريعة لأن هذا المنبر ليس منبر هيئة ولا جهة ولا أي اتجاه وإنما هو منبر الشريعة منبر قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم اعرض الأفكار التي تجدها في الواقع اعرض الكتابات التي تقرأها على المواقع اعرض الأفكار التي تسمع إليها في المحاضرات وفي اللقاءات اعرضها على غربال الشريعة وإذا لم تكن في مستوى عرض هذه الأشياء على الشريعة فاعرضها على من تثق على من تثق بأنه ينطلق فعلا من الشريعة دون غلو أو تقصير دون إفراط أو تفريط دون ميوعة بدعوى الانفتاح والتنوير ودون تشدد وغلو بدعوى الالتزام والابتباع للحديث والقرآن إنما ديننا وسط وهذا هو الذي يميزنا هذا هو الذي وخاصة في هذه البلاد المباركة أكرمنا الله عز وجل بوسطية وباعتدال نابع من العلم الذي يتلقاه علماء الأمة في مدارسها الشرعية مما جعلها نبراسا للآخرين الآن يطلبون المساعدة في مجال تأطير وتدبير الشأن الديني بعد أن وفق الله عز وجل هذا البلد للنجاح في الفهم السليم الوسطي المعتدل لهذه الشريعة الإسلامية الغراء دون إفراط ولا تفريط ودون غلو أيضا ولا ميوع لذلك فكرك أيها الشاب وأيها الكبير أيها الرجل أيتها المرأة فكرك أمانة لأننا أحيانا ما الذي يقع أحيانا يخرج الشاب أو تخرج الفتاة إلى حوار عبر الشبكة العنكبوتية أنترنت فهقع حوار ونقاش وربما بكلمة أو بمقالة أو بنقاش تجد الإنسان اهتزت عقيدته واهتز إيمانه لأن فكره مثقوب لأن فكره مستعد لأن يتقبل أي شيء دون أن ينخله ويغربله بينما المفروض أن يكون لديك فكر ثاقب لا مثقوب وفرق كبير بين الثاقب والمثقوب فكر ثاقب بمعنى أنه فكر حي فكر متحرك فكر يقلب الأمور ويرى صالحها من فاسدها هذه أمانة إذن فكرنا إذن أمانة هناك أمانات خاصة كثيرة أريد أن أجملها فقط لأن الوقت لا يتسع مالك أمانة نعم مالك الذي تملكه ولو لم تكن مسؤولا على خزينة دولة ولا مسؤول مال في جمعية أو في أي شيء مال جيبك مال وظيفتك مال عملك أمانة تسأل عنها أمام الله عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما هذا في سورة الفرقان وفي سورة الإسراء ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا ملوما في الدنيا وملوما في الآخرة محصورا أي تتحسر في الدنيا وفي الآخرة أيضا فالمال عندك أمانة وتأكد أنه الذي ستسأل عنه مرتين سؤال مزدوج من أين اكتسبه وفيما أنفقه المال عندك أمانة لسنا أحرارا في أموالنا نفعل ما يشاء هذه الحرية العمياء فهمها قوم شعيب عليه السلام عندما جاءهم نبي الله شعيب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام يقول لهم أوف الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاس المستقيم ولا تبخس الناس أشياءهم أي في التجارة والأعمال ولا تعثوا في الأرض مفسدين في ردهم قالوا يا شعيب أصلاتك أو أصلواتك في قراءتنا أصلواتك تامره أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ما أكثر من يقول هذه الكلمة من غير قوم شعيب عليه السلام من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم تقول له يحرم عليك أن تنفق درهماً واحداً في السجارة بغض النظر عن ضررها الصحي في الناحية المالية فقط يحرم أن تدفع درهماً واحداً في السجارة لأنها مضرة ولأنها إضاعة للمال يقول يا أخي أنا حر في مالي تتدخلون حتى في المال لسنا نحن من تدخل في مالك إنما الله عز وجل هو صاحب المال أتنكر هذا؟ الله عز وجل قال في شأن اليتامة في سورة النساء ولا توتوا السفهاء أموالكم التي جعلها الله لكم قيماً جعلها الله الله هو الذي جعل المال قيمةً وقيماً وقياماً للحياة وإن كان المال هنا مال الأيتام إلا أنه نسبه للمسلمين فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم ولم يقل ولا تؤتوا السفهاء أموالهم هي أموالهم فلماذا لم ينسبها لهم لأنهم ما داموا سفهاء ما داموا لا يحسنون التصرف لا ينبغي أن يملكوا المال ولا ينبغي أن يمكنوا من المال وإنما ينبغي أن تمكن منه الأمة وتشرف على هؤلاء السفهاء أفهمتم قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا هكذا ينبغي التعامل مع السفهاء والله ما أكثره والله ما أكثر السفهاء تأتيك المرأة تشتكي من زوج ابتلي بالقمار ينفق عليه دخله كله هذه مسؤولية الأمة مسؤولية الدولة أن تعامل هذا الشخص على أنه سفيه وأن تمنع عنه ماله وأن تنفق على أسرته حتى يتوب ويعود إلى رشده لكن ماذا تفعل إذا كان القمار يشهر له في القنوات الفضائية وعلى الجرائد ويتعامل معه وكأنه أمر عادي والقمار بأشكال مختلفة مع أنه دمر أسرا ودمر عائلات وقضى على أطفال وعلى نساء وعلى رجال والجميع من ضحايا لذلك المال أمانة عندك أسرتك أيضا أمانة شخصية تتحمل مسؤوليتها أمام الله أنا أعدد لكم هذه المسؤوليات أيها الإخوة من أجل أن نحاسب أنفسنا ما دام لدينا متسع ما زال لديك متسع للإصلاح ما زال لديك متسع من أجل أن تعيد النظر ومن أجل أن تفكر من جديد ومن أجل أن ترسم لنفسك خارطة للمستقبل الذي تمضي عليه أسرتك أمانة ماذا فعلت بأسرتك ماذا فعلت بزوجك ماذا فعلت أيتها المرأة أيضا بزوجك عندما نتحدث عن فساد الأسرة أو عن ضياعها وتحللها لا نلوم الرجل ولا نلوم المرأة وإنما يلامان معا وكل على حسب مسؤوليته وكل على حسب ما قام به في إفشال هذه الحياة الزوجية أمانة زوجتك أمانة عندك الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالرجل في بيته راع ومسؤول عن رعيته والمرأة مسؤولة راعية ومسؤولة عن رعيتها والخاذم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ماذا فعلنا إذن في هذه الأمانات هذه أمانات ثقيلة لن يسأل الله عز وجل عنها غيرك ستسأل عنها سؤالا شخصيا سؤالا فرضا أو مفروضا فرديا هو فرض واجب وفردي أي لك وحدك ولن يجيب مكانك أحد لن يجيب مكانك أحد نعم هناك أسئلة سنجيب عنها يوم القيامة جماعة لكن هناك أسئلة فردية يجب أن تعد لها جوابا لن يسأل أحد مكانك عن أولادك أصلحتهم أو أفسدتهم أولادك أمانة عندك لن يسأل أحد مكانك عنهم إنما ستسأل عنهم أنت وأنت أيضا أنت أيها الرجل وأنت أيها المرأة من سيسأل عن هؤلاء الأولاد لا تلقوا باللائمة لشخص آخر سيسأل الإعلام في مرحلة أخرى ستسأل المدرسة والمعلم والأستاذ في مرحلة أخرى ولكن لنتعلم أن نتحمل المسؤوليات وأن نرعى الأمانات من أجل أن نطبق قوله عز وجل أن تود لما نات لا بد أن نحسن تحمل المسؤولية المسؤولية هنا الملقات على عاتق الآباء والأمهات لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لديه شارع في المدينة المنورة وكان الشارع مختلطا فيه اليهود وفيه المشركون وفيه المنافقون وفيه النصارى أحيانا يأتون زائرين للمدينة كان المجتمع خليطا من الناس ومع ذلك لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم إن الأولاد أمانة يسأل عنها المجتمع هكذا عموما لا التعميمات هنا لا تنفع وإنما نحتاج إلى تحديد المسؤوليات أنت لذلك الأمة وضعت مسؤوليات محددة وضعت وزيرا للصحة فإذا وقع خلل فإنه يسأل وضعت وزيرا للتعليم وزيرا للأوقاف وزيرا للداخلية للخارجية من أجل أن تعرف من يسأل عندما يقع الخلل فكذلك في شأن التوجيه والتربية وتحمل المسؤوليات والأمانات لابد أن نحدد المسؤوليات رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صعيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال ما من مولود إلا ويولد على الفطرة وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أنت أيها الأب مسؤول عن ولدك أنت أيتها الأم مسؤولة عن ولدك وعندما نقول الولد فالولد في لغة العرب يشمل الذكر والأنثى أنتم المسؤولون هذا الفساد الذي نراه في المجتمع هذه الحالة من العري الفاضح حتى في فصل الشتاء التي نراها في المجتمع هذه الألبسة التي ترتديها الفتيات هذه المخدرات التي انتشرت لدى الشباب هذه الحالة من الإعلان بالفاحشة التي نراها في الدروب والأزقة والشوارع العمومية والحدائق من أين جاءت؟ من المسؤول عنها؟ من المسؤول؟ إنك أنت أيها الأب وأنت أيتها الأم أنتم المسؤولان أولا ثم بعد ذلك تأتي مسؤولية الجهات الأخرى لذلك قال عليه الصلاة والسلام وإنما أبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء؟ هذه مسؤوليات خاصة وغيرها كثير أنا اجتزأت لكم المهم والأساس منها وإلا فستجدون مسؤوليات أخرى خاصة نحن مكلفون بأن نقوم بها وسيحاسبون الله عز وجل عليها فرادا يوم نأتيه كما قال في سورة الأنعام ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم السؤال يكون بصيغة الإفراد ماذا فعلت فيه كذا وماذا فعلت فيه كذا كما قال صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه أي كل يسأل هذه الأسئلة سؤالا شخصيا فأعدوا رحمكم الله للأسئلة جوابا وانتبهوا لهذا الامتحان لأنه امتحان ليس بعده استدراك ليس فيه دورة عادية ودورة استدراكية ليس فيه سنة معادة أو سنة بيضاء ليس فيه تدخلات ولا اتصالات ولا المرج السماح بإعادة الامتحان إنما هو امتحان النهائي من ربح فيه ربح ومن خسر فيه خسر فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور تبقى المسؤوليات العامة التي تحاسب عليها الأمة جمعاء أرجئها لخطبة مقبلة بحول الله عز وجل أقول قولي هذا أيها الإخوة وأستغفر الله لي ولكم فادعوه يستجب لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير وأشد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله رحمته المهدى ونعمته المسدى وسراجه المنير صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الإخوة أختم موضوع الأمانات الشخصية بالسيئات أيضاً ليس بشأن الحسنات فقط وما ستحاسب به وتكافأ عليه من حسنات وإنما بالسيئات لأن هذه الشريعة الإسلامية كما ذكر العز بن عبد السلام عليه رحمة الله تأمل في الشريعة وفكر فيها جيدًا فوجدها تعود إلى قضية الحسنات والسيئات وجدها تعود إلى الخيور النافعات الحسنات أو دفع ما يعرف بالشرور الفاسدات السيئات هذه هي الشريعة وهذه هي وظيفة الأنبياء والمصلحين من بعدهم عندما حددها الله عز وجل بقوله يامرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم هذا هو ديننا أيها الشباب هذا هو فكرنا هذه هي عقيدتنا هذه هي شريعتنا التماسٌ للمصالح أينما كانت فحيثما وجد شرع الله فثم المصلحة وحيثما وجدت المصلحة فيما لا نص فيه فثم شرع الله أي هناك شرع الله عز وجل وأيضًا حيثما حرم الله شيئًا فهناك المفسداء وفيما لا نص فيه حيثما ثبتت المفسدة فذلك هو الحرام الذي حرمه الله عز وجل علينا لذلك أيضًا ستسألون في جانب فعل السيئات أيضًا لن يسأل أحد مكانك إذا زنيت ولن يسأل أحد مكانك إذا صرقت ولن يسأل أحد مكانك إذا صرقت سرقةً أخرى انتبهوا أيها الشباب وأنتم في مرحلة امتحانات الذي يسرق المعلومة أخطر من الذي يسرق المعلومة أخطر لأنك بسرقة المعلومة وأقصد في الامتحانات عندما تسرق معلومةً من كتاب فإنك تكون قد أخذت نقطةً غير مستحقة وتكون بذلك قد جنيت على أخيك المسلم الذي منعته مرؤته ومنعه دينه ومنعه تعففه عن الحرام أن يسرق كما صرقت وبالتالي إذا حصلت على نقطة أهلتك لعمل أو وظيفة بدلاً من ذلك التقي الصالح الذي لم يغش ولم يسرق فإنك ستحاسب على ذلك وحدك أمام الله عز وجل ولن يجيب معك أحد وإنما ستحاسب لوحدك ولذلك إذن هذه مسؤوليات خاصة أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يعيننا على تحملها لعلكم الآن أدركتم جزءاً من معنى الأمانة وثقلها الأمانة ثقيلة جداً لذلك قال الله عز وجل إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملناها ثقيلة جداً وحملها الإنسان إنه كان ظلوماً جهولاً نسأل الله أن يعيننا على تحمل هذه المسؤوليات اللهم أعنا على ما حملتنا اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به اللهم لا تحملنا ما لا طاقة لنا به وأعنا اللهم على ما لنا به طاقة اللهم أعنا على ما كلفتنا به اللهم وفقنا لما كلفتنا بفعله وفقنا اللهم للقيام به ووفقنا اللهم لاجتناب ما نهيتنا عنه برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم وفق شبابنا لما تحبه وترضاه اللهم علم طلابنا ما ينفعهم اللهم انفعهم بما تعلمهم اللهم زدهم علما وإيمانا اللهم زدهم علما وإيمانا اللهم زدهم علما وإيمانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ولموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم اصر الإسلام وعز المسلمين اللهم انصر دينك وكتابك وعبادك الصالحين اللهم مكن للإسلام في الأرض المسلمة يا رب العالمين اللهم احق اندماء المسلمين في كل مكان اللهم احق اندماء المسلمين في بلاد الشام اللهم احق اندماء المسلمين في مصر والصومان وفي كل بلاد الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدة اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشدة اللهم ارزقها قادة ترتضيهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يقودون الأمة بكتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تجعل بأس الأمة بينها اللهم لا تجعل بأس الأمة بينها اللهم احفظ بلاد المسلمين في كل مكان اللهم احفظ المسلمين في كل مكان برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين مسلمون في إفريقيا الوسطى رأيتم ولعلكم اطلعتم على الصور البشعة الفضيعة في ظل شغال المسلمين باقتتالهم الداخل كيف يقتل هؤلاء في تقتيل بشعة ما أعتقد أن البشرية رأته عبر قرون مضت عبر ما مضى في تاريخ البشرية أن تجد الإنسان أنا أستغرب كيف يصل الإنسان إلى قتل أخيه الإنسان بهذه الطريقة حتى لو كان في حرب حتى لو كنت في قتال مشروع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة لكن ما شاهدناه عبر الصور في الأنترنت تقطيع الأيدي والأرجل تمزيق الرؤوس بقر البطون يعني يدل على أن هناك حقدا طائفيا خطيرا جدا ولا مفر للأمة من أن تعود إلى الوسطية والاعتدال ومن أن تعود أيضا إلى ضرورة الحوار وإلى ضرورة الجلوس من أجل حل المشاكل المشاكل لا تحل بالقوة المشاكل لا تحل بالعنف هؤلاء مسلمون مسالمون في أفريقيا الوسطى يريدون أن يعيشوا بدينهم أن يعيشوا بمساجدهم هم أقلية صحيح لكن لماذا لا يترك لهم حق العيش ويقطعون هكذا أمام الملأ وفي ظل الإعلام والفضائيات يمزقون إربا إربا صور يندى لها جبين البشرية ولكن الآن